بتعدي سنين وبتتغير الملامح والحياة عموما الحاجة الوحيدة اللي بتفضل بقية هي الأسر وعلى الرغم من إنه دور صغير جدا لطفل عمرها 8 سنين لكنه بقى من المشاهد الأيقونية في تاريخ السينما المصرية من فيلم أبو علي للنجم كريم عبد العزيز مع الطفلة سارة وقتها واللي كانت مشهورة بدور سوك العبيطة ولإن الجمهور تعلق بيها فبقى مهتم يعرف شكلها لما كبرت والتغير كان واضح وفي رحلة البحث عن صاحبة أشهر دور لطفلة أدرع التحدي والمواجهة في تاريخ السينما بدأوا يتدولوا صور لأكتر من بنت واللي محتاجين يعرفوا الأول إن سوكا اسمها الحقيقي سارة عبد القادر صورة العروسة دي قالبت سوش الميديا وقالوا إن دي ياسوكا ودايهم فرحة وبالبحث اتضح إن اسمها سلمة طارق وسبق وانتحلت شخصية سوكا أكتر من مرة قبل ما تنتشر صورة تانية لبنت تانية خالص شعرها أصفر وعنيها ملونة وقالوا إن دي بردو هي سوكا لكن طلعت صورة للبلوجر شروع عبد العزيز قبل ما تظهر سوكا الحقيقية أو سارة عبد القادر بنفسها وتأكد إنها لا العروسة ولا البنت التانية وأكدت إنها ثابت التمثيل من بعد أبو علي أصلا وده اتعرض في 2005 وكملت دراستها في مجال السياحة والفنادق واتخرجت ودلوقتي بتشتغل المرائب جودة في أحد المطاعم الكبيرة في مصر قالت سارة صاحبة 27 سنة دلوقتي إن بعضها عن التمثيل وهي صغيرة خلى في مساحة كبيرة لبنات كتير ينتحلوا شخصيتها ودي حاجة سببت لها مشاكل كتير واضطرت إنها توسق ده بمجموعة من الصور ليها واللي ظهرت فيها لبس الحجاب بعكس الصور المنتشرة قبل ما تظهر في لقاء تلفزيوني مع الفنان إدوارد كشفت خلاله تفاصيل كتير عن دور سوكا العبيطة وإزاي أثر على حياتها وعرضها للتنمر وقالت إنها كانت صغيرة قوي وقتها وفكرة إنها بتلعب عادي ما كانتش عارفة إنها بتمثل ولما قالت جملتها الشهيرة كيف كده وبعدها كريمة عبد العزيز والأطفال في الفيلم زفوها بأغنية خواجة خلف باع البرنيطة اتجوز مين سوكا العبيطة كانت التوابع عليها كطفلة 8 سنين مش أحسن حاجة فقررت تختار طريق تاني بتقول سارة أول ما الفيلم تعرض المدرسة كلها جريت وراها وقعدوا ينادوا عليها بسوكا العبيطة وما كانتش ممسوطة عشان صغيرة وحست بالخوف لكن لما كبرت فهمت الموضوع وندمت إنها ماكملتش وحكت عن السبب اللي خلاهم يختروها وقالت إن سوكا دي هي شخصيتها الحقيقية ووقتها كانت بتضرب ولد في الشارع فعلا فطاقم التصوير شافها وراح كلم أبوها اللي اقتنع وراح قالها روح يلعبي معاهم عشان كده عملت المشهد بتلقائية لأنها فهمة أنه لعب ولو كانت تعرف إنه تمثيل ما كانتش عارفة تتكلم لكن صدمتها كانت كبيرة لما شافت الفيلم دود الأفعال على دورها وهي صغيرة فيلم أبو علي اتعرض في 2005 من بطولة كريمة عبدالعزيز ومنازكي وطلعة زكريا والفنينة إلى عام سلوسة وبالرغم من النجاح الكبير اللي حققوا الفيلم على كل المستويات إلا إن دورسوكا كان من أهم المشاهد اللي طلعت على الشاشة